مَنْ لَوْ أُزْنَا لِلسَّامَ عِيْفَانَ المركز القبطي لوسائل الإضاحة بالمقار البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في تاريخ الكنيسة العزاء الرابعة عن أباء الكنيسة وكنيسة الأسكندرية مَا يَقُولُهُ الْرُوحِ لِلْكَنَيْسَ بسم الأب والابن والروح والقدس الإله الوحيد أمين عايز أكلمكم عن أباء الكنيسة وأقسم هؤلاء الأباء إلى أقسام معينة أباء الكنيسة هم الأباء البطاركة على اعتبار أن تاريخ الكنيسة بنسميها تاريخ البطاركة ويقصد بالبطاركة ليس أسماء هؤلاء وإنما عصور هؤلاء يعني كل عصر لهذا الأب من الأباء تبقى تاريخ البطاركة هناك أباء أيضاً هم أباء الرحبنة والحياة النسكية عموماً هناك أباء أيضاً الذين اشتهروا بالرعاية وكانوا أمثلة للرعاية الحقة في تاريخ الكنيسة هناك من الأباء الأول وهناك طبعاً أباء الشهداء وهناك أباء من علماء الكنيسة في الكنيسة الأولى في العصور الأولى عندنا على الأقل مجموعتان للأباء حالياً ممكن للكلام عنهم مجموعة الأباء الرسوليين أبوستوليك فاذرس وقد ترجمت سيارهم ومؤلفاتهم إلى اللغة العربية تحت عنوان الأباء الرسوليين مجموعة الأباء الرسوليين أول ما ترجمت كانت قد ترجمت في مجلة الكرمة للأستاذ حبيب جرجس وكان ترجمهم كل ترجموا له جميعاً معادة كتاب الراعي الهرماس اللي أنا ترجمته ليه سنة 1950 وسلمت ليه وراحت الترجمة دي لكن صدر الترجمات جامعة للأباء الرسوليين بطريقة لها مقدمات ونقد مجموعات الأباء الرسوليين شملت القديس إكليماندوس الروماني وينبغي أن نميزه عن القديس إكليماندوس الإسكندري القديس إكليماندوس الروماني كان أسقف روما وقيل أنه كان الأسقف الثالث لمدينة روما الأسقف الأول لمدينة روما كان لينوس اسمه لينوس والثاني أناقليتوس والثالث إكليماندوس الروماني أما القديس إكليماندوس الإسكندري فهذا من أباء القرن الثاني ومن أساتذة الكلية الإكليركية نرجع للأباء الرسوليين كانوا القديس إكليماندوس الروماني والقديس إغناطيوس الإنطاقي والقديس بولي كاربوس أسقف أزمير يضاف إليهم في كتابات الأباء الرسوليين رسالة لبرنابة والرسالة لديوجنيتوس والتعاليم للأباء الرسل دول الأباء الرسوليين حينما تقرؤون عن الأباء الرسوليين أنصحكم أن لا تتضايقوا كثيراً إذا وجدتم اختلافات عديدة في تاريخ كل واحد منهم إيه سنة مولده إيه سنة وفاته أو استشهاده إيه الكتابات بتاعته يعني كثير منهم تدور حولهم أسئلة لم يبدت فيها العلماء بعد مجرد كلام واستنتاجات أيضاً بعض من هؤلاء الأباء بتوجه إليهم انتقادات في كتاباتهم ما تتضايقوش برضو إذا عرفتم كده اللي توجه إليه انتقادات مفروض أن تفحص هذه الانتقادات وهل هو مجرد علامة ولا قديس دي حاجة تانية لكن في الأباء الرسوليين أهم هؤلاء اللي تاريخهم واضح ولهم صفة القداسة القديس إغناطيوس الإنطاقي والقديس بولي كاربوس أسقف إزمير دول أهمهم القديس إغناطيوس الإنطاقي هو القديس الذي يسمى إغناطيوس الثيئو فوروس ثيئو فوروس يعني حامل الله ثيئو من ثيئوس يعني الله وفوروس يعني حامل يقال إنه كان الطفل الذي رفعه السيد المسيح أمام التلميذ وقال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال هذا القديس كان قديساً وكان شهيداً لأنه نال الاستشهاد عن طريق إلقائه إلى الأسود المفترسة أو الوحوش المفترسة وكان قد نقل من إنطاقية إلى روما لكي يستشتنك في الطريق مر على إزمير وكانت له علاقة طيبة بقديس بوليكاربوس أسقف إزمير وأرسل رسالة جميلة إلى أهل روما قال لهم فيها أخشى إن محبتكم تسبب لي ضرراً لأن أهل روما أرادوا أن يختطفوه لكي ينقذوه من الإلقاء للأسود الجائعة من محبتهم له فقال لهم لا محبتكم هتسبب لي ضرراً إن أنا بعد أن قطعت شوط حياتي ووصلت للآخر هتعطلوني وتخلوني أبدأ من جديد ده أنا لو ألقيت إلا الأسود ولقتهم مش بوكلني أنا هشجعهم على ذلك أثرهم يعني المهم إن هذا القديس أكلته الأسود ثم لم تبق به ابنه إلا عظاماً يعني ثم ظهر في نفس الليلة إلا زملائه في السجن أشهر ما له رسالة أرسلها إلى أهل روميا الرسالة رسالة روحية وكويسة جداً وأرسل أيضاً رسائل إلى البلاد التي مر بها حوالي سبع رسائل لكن رسالته إلى روميا كانت أشهرهم أرسل أيضاً رسالة إلى أهل أفاسوس وإلى بولي كاربوس أسقف اسبير وفي رسائله أيضاً تكلم عن الدرجات الكهانوتية الثلاثة وعن التنظيم الكنسي ودايماً كانوا زمان يعتبرون التنظيم الكنسي أن الكنيسة هي الأسقف يحاط به جماعة المؤمنين وكلهم حول مسبح الله يعني الكنيسة في معناها الحقيقي مش مجرد جماعة المؤمنين لكن جماعة المؤمنين حول السر الإفخارستية حول الأسقف اللي هو بيدير الحركة الكهانوتية في الكنيسة رسائل الأباء الرسوليين تفيد كثيراً في معرفة الإدارة الكنسية كيف كانت في تلك الأيام والوضع الكهانوتي كيف كان في تلك الأيام القديس إغناطيوس طبعاً عاش في أواخر القرن الأول واستشد في أوائل الثاني وكان زميلاً للقديس بولي كاربوس أسقف إزمير وكان ثاني أسقف لإنطاقية خليفة لإيفوديوس الأسقف الأول من محبة الأباء السوريان له وهو الأباء السوريان أشتدوكس دول بتوع كرسي انطاكية إنهم يتسمون بإسمه يعني مثلاً تقول البطريارك إغناطيوس يعقوب الثالث إغناطيوس زكعيواز إغناطيوس حطوها في الأول بالنسبة لأسماءهم تيمناً به ومحبة له القديس بولي كاربوس أسقف إزمير عاش مدة طويلة يعني مات وهو أو استشهد وهو رجل كهل يعني تمانين سنة لما جم يغروه بالبعد على الإيمان إنقاذاً لهم الاستشهاد قال لهم تمانين سنة عاشتها مع المسيح في عشرة طيبة هاجة يفقده للوقت وطريقة استشهاده أنهم أرادوا أن يحرقوه بالنار النار ما عملتش في حاجة فطعنوه فما من أشهر كتاباته رسلته إلى أهل فيلبي وكان تلميزاً ليوحنى الرسول وبرضو إغناطيوس تلميز ليوحنى لكن إغناطيوس أيضاً تتلمز على بولي كاربوس وأحبه ولو إنه استشهد قبلاً منه دول أباء الرسوليين في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني القديس إكليماندوس الروماني برضو من الأباء الرسوليين المشهورين قال البعض عنه أنه هو إكليموس الذي ورد في رسالة فيلبي عدد 3 اسم إكليماندوس أيضاً ظهر في قوانين الأباء الرسل فقوانين الأباء الرسل سموها قوانين الرسل وبعضها سموها قوانين إكليماندوس نسبة لا لأن إكليماندوس وضعها إنما هو الذي حملها إلى الناس فسميت بإسمه ويتلاقوا إشارة كبيرة لها في قوانين ابن العسال إكليماندوس الروماني أهميته في أنه أرسل رسالة إلى أهل كورنثوس من 65 فصلاً أرسلها بعد الانشقاقات التي سمعها عن كورنثوس الظهر أن كورنثوس كانت يعني واقعة في هذا الأمر بتاع الانشقاقات الكثيرة حتى أن بولوس الرسول قال لهم مدام فيكو انشقاقات زي دي وانقسامات تبقوا جسديين ولست مروحيين حتى بولوس الرسول لما بشر هناك وبقى هو وأبولوس البعض بقى يتبع بولوس والبعض بقى يتبع أبولوس وكانت هذه الانشقاقات موجودة في أيام بولوس الرسول وقال لهم يا جماعة واحد فينا زرع والتاني سقة أو واحد غرص والتاني سقة والله الذي ينمي لكن الحكاية لابولوس ولا أبولوس يعني نتيجة الانشقاقات دي أرسل لهم القديس إكليماندوس الروماني رسالة أولها من كنيسة الله التي في روما إلى كنيسة الله التي في كورونسوس لأنه كان تالت أسقف لروما الرسالة فيها أشياء كثيرة جميلة يعني ومواضيع روحية قال لهم الانشقاق ده بسبب الحسد وفيه كلام كثير عن الحسد قاله ويتميز إكليماندوس الروماني بأنه استشهد كثير من الآيات من العهد القديم وكلمهم عن التواضع وعن التوبة وعن الطاعة وعن الحسد بتنسب إليه رسالة تانية لكن مش موثوخ بيه دول من أهم الحاجات على الأباء الرسوليين رسالة برنابة أيضا ذكرها إكليماندوس الإسكنداريو أورجانوس وإرناوس وبرضو فيها كلام عن معنى العهد القديم وتعليم رمزي ولكن يعني أنا لا أستطيع شخصيا أني أقبل ما ورد في رسالة برنابة في المعاني الرمزية هتقول لي من الأباء الرسولين أقولك حتى مش عارفين أصل مين برنابة ده ولا تاريخه هما بيقولوا ما بين سنة الثمانين لمية وثلاثين وبيقولوا أن التاريخه قطعا هيكون قبل مية وستين وموجه إلى رعية مجهولة الكلام اللي قالوا عن رموز العهد القديم في الزبائح في التطهير في الختان في معنى الخنازير كلام لا يمكن قبوله لا هوتيا بسهولة أحب حينما تقرؤون الكتب كتب هؤلاء الأباء أيضا أن تميزوا بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول وبين الذي تثبت صحة نسبته إلى الأباء أو الذي لا تثبت صحة نسبته إلى الأباء لكن مش كل حاجة واحد يقول لي ورد في رسالة برنابة كذا كما لو كانت يعني منزهة لا برضو الحاجات دي عايزة تأخذ بحرص وبحذر وكذلك أيضا في كتاب الراعي لهرماس في كتاب الراعي لهرماس توجد أشياء جميلة جدا 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 وأشياء لا يمكن قبولها وهكذا أقول لكم مرة أخرى كطلاب للتاريخ دققوا في كل ما تقرؤون تاريخيا وعقليا ولاهوتيا لا تقبلوا كل شيء لا تكونوا مجرد ناقلين بغير فكر بغير تحقيق لا التاريخ ما يبقى أشكد واحد يقول لك رسالة برنابة يقول له برنابة ده يطلع إيه وعاش إمتى وكان بيشتغل إيه ويقول لك لا ده كان رفيق بولوس الرسول تقول له لا بولوس الرسول رفيق برنابة ده الرسول ورسله من الروح القدس كما ورد في أعمال 13-3 افرزوا لي برنابة وشاول وجه اسمه قبل شاول عد للعمل الذي دعوتهما إليه فمش ممكن أبداً تكون له مثل هذه الأخطاء الموجودة فبرضو احترسوا من هذا الأمر وأرجو أن أعطى فرصة لكي أشرح لكم أيضاً أمثال هذه الأخطاء عند هذه الأسماء المشهورة الموضوع تحت عنوان الأباء الرسوليين أترك هذا الآن لكي أنتقل إلى الموضوع الثاني وهو أباء مدرسة الإسكندرية مدرسة الإسكندرية أنشأها ماري ماركوس الرسول وعين القديس ستيتوس أول ناظر له وكانت مدرسة لها شهرة عالمية هي أول مدرسة لاهوتية في العالم وكانت المدرسة تتميز بميزات كثيرة نذكر من بينها الآدي واحدة منهم أن طلابها كانوا يحيون حياة روحية نسكية وليس مجرد علم وأساتذتها كانوا يحيون حياة روحية نسكية وليس مجرد علم دي نمرة واحدة نمرة اثنين إنها خلطت بين الفلسفة والدين أو قال البعض على وضع أصح إنها قامت بمصالحة بين الفلسفة والدين فكان أساتذتها فلاسفة وكانوا أيضا رجال دين ونمرة ثلاثة في رجال دين كثير من نزار المدرسة أو أساتذتها صاروا بابوات للإسكندري كانوا أكثر الناس علماً وفهماً للكتاب واللهوتيات على الرغم من الانحراف الذي وقع فيه أوريجانوس لكن أوريجانوس كان يعتبر من أقوى علماء المدرسة ومن علماء المسيحية بوضعاً عام فالقديس تيتوس ناظر المدرسة صار البابا السادس للإسكندرية أول بابا هو ماري ماركوس بعد منه أنيانوس ثلاثة تنين بابوات مع شوش مدة طويلة جه يستوس فصار البابا السادس للإسكندرية من نزار المدرسة أيضاً ماركيانوس صار بعد منه برضو أحد البابوات وأومانيوس وياروكلاس وديونيسيوس وبطرس خادم الشهداء وأليكسندروس كل هؤلاء من أساتذة الإسكندرية من مدرسة الإسكندرية وأيضاً صاروا بابوات الإسكندرية كانت المدرسة أيضاً تتميز بأنها لجنسيني يعني الرجال والستات مع بعض فإحنا مش أول ناس أدخلنا النساء في المدرسة الكليركية كانت في المدرسة الكليركية الأولى فيه الستات وفيه رجال وكانت أيضاً بتمشي بطريقة برضو السؤال والجواب اللي يسموها كاتيشيزم طريقة أي كاتيشيزم لذلك هذه المدرسة الأولى كانت يسموها The Catechetical School of Alexandria The Catechetical School of Alexandria كاتيكيتكل علشانها مشيت بطريقة الكاتيشيزم ولذلك في الأول كان فيها قسمين قسم لقبول المتقدمين للدين المسيحي والموعوظين وبعدين قسم للتعليم اللاهوتي المدرسة الإسكندرية أولاً نقدر نقول لم يكن لها مبنى خاص يعني شكروا ربنا أنه عندكم مبنى كبير زمن ما كانش فيه مبنى كان يختارون مبنى للكلية فيعتدى عليه من الرومان أو من الوثنيين أو من اليهود فيبحثون عن مبنى آخر فيعتدوا عليه وكان أوريجانوس أحياناً يبحث عن قاعة لكي يعز فيها فيعتدوا على القاعة فيتركها فيدور على قاعة أخرى فالناس يبتدوا ما يأجروش له قاعات فيدرس في الخلاء يدرس على شاطئ النهر يدرس في أي مكان كانت المدرسة الإسكندرية الأولى هي الأستاذ والطلاب حيثما وجد الأستاذ وجدت المدرسة هذه المدرسة الإسكندرية الأولى أيضاً نبغت في مسألة التفسير الرمزي التفسير الرمزي إكليماندوس صار على هذا الطريق أوريجانوس أيضاً صار على هذا الطريق ديديموس الضرير صار على هذا الطريق نبغوا في مدرسة التفسير الرمزي أوريجانوس انحرف بعض الشيء في المبالغة في التفسير الرمزي لكنهم كانوا نابغين كانوا يقولوا أن كلمات الكتاب المقدس لا تأخذ من غلافها الخارجي اللي هو الغلاف اللفظي إنما يفحص عنها من الداخل بالتأمل وبالرمز بالتأملوا بالإيه؟ بالرمز المدرسة اللاهوتية ظهر فيها مجموعة الآباء الأول اللي قلنا عليهم صاروا بطاركة ووجد أيضاً فيهم فلاسفة زي أثينا غورس أثينا غورس كان فيلسوف وكان بيدخل بملابس الفلاسفة إلى المدرسة ويدرس فيها ووضع كتاب الدفاع عن المسيحية فيعتبر هو من أشهر المدافعين اللي بيسموهم أبولوجيست أبولوجي يعني دفاع أبولوجيست يعني مدافع كانت المسيحية في الأيام الأولى توجه إليها بعض الاتهامات وبهذه الاتهامات كان الوثنيون يعتدون على المدرسة وعلى أساتذتها وطلابها فبعض منهم كانوا من المدافعين أثينا غورس كان من المدافعين عن المسيحية بعد أثينا غورس جه أكلماندوس أكلماندوس وبعدين جه بانتينوس طبعاً نحن الآن لا ندرس لهوت إنما تاريخ يكفي أن نشير في التاريخ إن مثلاً أثينا غورس وضع كتاب الدفاع وضع كتاب عن قيامة الأموات وضع كتب عن موضوعات لهوتية أخرى الإنسان الملائكة الوح لكن إيه اللي قالوا هذا تدرسونه في اللهوت بعد أثينا غورس عندنا بانتينوس بانتينوس ده كان من المشهورين جداً في المدرسة راجل كان مفسراً لكتاب المقدس هو الشخص اللي وضع الأبجادية الإبتية لأن زمان يعني كانت الهيروغليفية فضلت تتطور لغاية لما وصلت إلى الهيراتيقية والديموطيقية وتوصل للأبتية فيعتبر إلى جوار أن أستاذ لهوت يعتبر أستاذ لغة وأيضاً أستاذ تفسير وأيضاً كان مبشراً ذهب إلى الهند وإلى بلاد العرب وإلى إثيوبيا وإلى اليمن ويقال أنه وجد نسخة من إنجيل القديس ماتة بعد بانتينوس ييجي إكليماندوس الإسكندري إكليماندوس الإسكندري أحب أن تفرقوه أو تميزوه عن إكليماندوس الروماني من أشهر الذين كتبوا في الأمور الإجتماعية العديدة جداً إكليماندوس الإسكندري حتى أنه كتب في الملابس والأزياء والعادات وحاجات كتيرة جداً جداً كتاب مشهور جداً له اسمه استروماتا استروماتا يعني متنوعات يترجموها مسيلينيس يترجموها المتفرقات أو المتنوعات كتابه استروماتا ده كتب فيه حاجات كتيرة جداً 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 من أشهر كتبه أيضاً كتاب المربي بيتاجوجيوس كتاب المربي ومن أشهر كتبه كتاب عن الغني الذي يخلص تعليقاً على قول السيد المسيح ما أعثر دخول الأغنياء إلى ملكوت الله ودخول جمل من خرم إبرئ الأخر فهو كتب كتاباً عن الغني الذي يخلص طبعاً فيه أشياء لابد أدعرفها أن السيد المسيح لم يقصد جميع الأغنياء ده أحد الذين كفنوا جسد المسيح يوسف الرامي وكان رجلاً غنياً والأغنياء الذين عاصروا المسيحية الأولى وباعوا أملاكهم ووضعوا أسمانها تحت أقدام الرسل كانوا أغنياء وإبراهيم أبب الأباء كان غني وأيوب كان غني إلى أخر فليس كل الأغنياء يعصر دخولهم ملكوت الله إنما فيه نوع من الأغنياء يمكن أن يخلصوا تقرؤون عن ذلك بالتفصيل في كتاب القديس إكلماندوس الإسكندري لا أريد أن أشرح لكم الموضوع لأن لا أريد أن أمنعكم عن قراءة هذا الكتاب فأدكوا فرصة أنكم تعرون كتب الأباء هذه الأباء الأول تلاقيهم موجودة في مجموعة أنتي نايسين فاذرس أنتي يعني ضد لكن أنتي يعني قبل دي بالآي ودي بالإي أنتي نايسين فاذرس أباء قبل نيقية تجدوا فيهم الأباء اللي كتبوا باليونانية وبعض الأباء الذين كتبوا باللاتينية يعني من الأباء الأول اللي كتبوا باللاتينية تيرتليانوس وتيرتليانوس انحرف لاهوتيا كمن حرف أوريجانوس من الذين كتبوا باليونانية يعني الاتنين دول كانوا عمالقة في الكتابة أوريجانوس كان عملاقا وسط الأباء اليونانيين وتيرتليانوس كان عملاقا وسط الأباء اللاتينيين وكلاهما انحرف وكلاهما لا يحسب من أباء الكنيسة القديسين إيرتليانوس ده أتكلمكم علينا من الرجال إن شاء الله تيرتليانوس مثلا يكفي أن القديس جيروم في كتابه عن مشاهير الرجال قال إن تيرتليانوس ليس من الكنيسة تيرتليانوس نبغ نبوغا كبيرا وله كتب كثيرة في نبوغه ولكنه تأثر بمذهب المانيين من أتباع ماني وصار زعيما لمجموعة المونتانيين مونتانتستس اللي كانوا بيحرموا الزواجه بيحرموا اللحم وبيحرموا الخبر إلى آخره وأنا فاكر أني حينما وضعت كتابي عن الزوجة الواحدة سنة تمانية وخمسين قررت له تلت كتب من كتب الأباء سنة تمانية وخمسين كتاب منهم اسمه آد أكسيرم آد أكسيرم يعني إلى زوجته إلى إيه؟ زوجته قال لها لما موت ما تتجوزيش بعد مني مش علشان في غيرة من الرجال الواحد بعد ما يموت مش هيكون في العالم الآخر في غيرة لكن عن أفضلية البتول الترمل في كتابه آد أكسيرم كان شوية ماشي معقول يعني في كتابه عن دوفر جينتاته عن البتولية لخبط في الآخر وكتابه عن الترمل وعن الزيجة الثانية أيضا لخبط التردليانوس يمثل المتشددين في الدين الذين خرجوا بتشددهم عن قواعد الدين السليم ومع ذلك فليه كتب كبيرة ويعتبر مكنتاب الجبابرة لكن بتشدده خرج عن قواعد الدين من الأباء المشهورين في الأجيال الأولى القديس إيريناوس أسقف ليون وعاش في القرن الثاني وتكلم كثيرا في علوم اللاهوت وفي التقليد الكنسي وتتلمس على بولي كاربوس وصار قصا في على ليون ثم صار أسقفا لليون وكتب كتابات كثيرة وعاش في القرن الثاني وبداية الثالث وله كتاب مشهور اسمه عن جميع الهرطقات يمكن تستغربوا ان واحد يعيش في أواخر القرن الثاني ويكتب عن هرطقات أزيد من 30 هرطقة أو 38 او 38